اهلا بحضراتكم في هذا الخبر العاجل اعلن امير توفيق المدير التنفيذي لاشتراك الاهل لكرة القدم مدير التعاقدات عن تعاقد النادي مع يحيى عطية الله لاعب نادي سوتشيا الروسي لمدة موسم على سبيل الاعارة بنية الشراء وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للاهل وانهاء كافة الاجراءات الادارية والمالية في هذا الشأن ونجح مسؤول القلعة الحمراء في الاتفاق مع النادي الروسي على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة ليتم التوقيع مع اللاعب بشكل رسمي ويعد يحيى عطية الله احد مطالب مارسل كولر لتدعيم الجبهة اليسرى بعد اصابة علي معلول واجراء جراحة في وتر اكيلس منذ مايو الماضي وسيستمر في العلاج والتأهيل منها حتى نوفمبر المقبل ونجح الاهلي في اتمام التعاقد مع اللاعب وكان نادي سوتشي الروسي قد اعلن مساء الجمعة عن اعارة مدافعه المغربية يحيى عطية الله الى النادي الاهلي على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية وقال بيان سوتشي سيقضي عطية الله موسم الفين واربع وعشرين الفين وخمسة وعشرين على سبيل الاعارة في صفوف الاهل المصري الذي توج مساء الخميس بلقب الدور في مصر للمرة الرابعة والاربعين في تاريخه وقبل الرحيل على سبيل الاعارة مدد عطية الله عقده مع سوتشي حتى نهاية موسم عشرين ستة وعشرين عشرين سبعة وعشرين بالاضافة الى ذلك سيكون للنادي الاكثر شهرة في الكارة الافريقية ايضا حق الاولوية في شراء اللاعب عند انتهاء عقد الاعارة وانضم عطية الله الى قائمة سوتشي في فبراير من هذا العام وشارك في احد عشر مباراة سجل فيها هدف الفوز امام اسبرتاك موسكو ثلاث تمريرات حاسمة ونجح اللاعب المغربي يحيى عطية الله لاعب نادي سوتشي الروسي في الفحوصات الطبية التي اجريت له باحد المستشفيات القريبة من مقر النادي الاهلي بالجزيرة وبعد اكتياز الاختبارات قال مصدر في النادي الاهلي ان يحيى عطية الله وقع للنادي الاهلي منذ قليل وذلك بعد اكتياز الكشف الطبية برفقة دينو لامبرتي وكيل اعمال السويسري مارسل كولر المدير الفني للاهلي ونجح مسؤول القلعة الحمراء في الاتفاق مع النادي الروسي على جميع التفاصيل الخاصة بصفقة انتقال اللاعب يحيى عطية الله ليتم توقيع الاهلي مع اللاعب بشكل رسمي ويعد يحيى عطية الله احد مطالب مارسل كولر لتدعيم الجبهة اليسرى بعد اصابة علي معلول منذ مايو الماضي وسيستمر في العلاج والتأهيل منها حتى نوفمبر المقبل ونجح الاهلي في اتمام التعاقد مع اللاعب المغربي يحيى عطية الله مرة اخرى نعيد على حضراتكم هذا الخبر العاجل حيث نجح اللاعب المغربي يحيى عطية الله لاعب نادي سوتشيا روسي في الفحوصات الطبية التي اجريت له باحد المستشفيات القريبة من مقر النادي الاهلي بالجزيرة وبعد اكتياز الاختبارات قال مصدر في النادي الاهلي ان يحيى عطية الله وقع للنادي الاهلي منذ قليل وذلك بعد اكتياز الكشف الطبية برفقة دينو لامبرتي وكيل اعمال سويسري مارسل كولر المدير الفنية للنادي الاهلي ونجح مسؤول القلعة الحمراء في الاتفاق مع النادي الروسي على جميع التفاصيل الخاصة بصفقة انتقال اللاعب يحيى عطية الله ليتم توقيع الاهلي توقيع الاهلي مع اللاعب بشكل رسمي ويعد يحيى عطية الله احد مطالب مارسل كولر لتدعيم الجبهة اليسرى بعد اصابة علي معلول منذ مايو الماضي وسيستمر في العلاج والتأهيل منها حتى نوفمبر المقبل ونجح الاهلي في اتمام التعاقد مع اللاعب المغربي يحيى عطية الله واعلن امير توفيق المديرة التنفيذي لشركة الاهلي لكرة القدم مدير التعاقدات عن تعاقد النادي مع يحيى عطية الله لاعب نادي سوتي الروسي لمدة موسم على سبيل الاعارة بنية الشراء واقام اللاعب التوقيع على عقود انضمامه للأهلي وانهاء كافة الاجراءات الادارية والمالية في هذا الشأن ونجح مسؤول القلعة الحمراء في الاتفاق مع النادي الروسي على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة ليتم التوقيع مع اللاعب بشكل رسمي ويعد يحيى عطية الله احد مطالب مارسي الكولر لتدعيم الجبهة اليسرى بعد اصابة علي معلول واجراء جراحة في واتر اكيلس منذ مايو الماضي وسيستمر في العلاج والتأهيل منها حتى نوفمبر المقبل ونجح الاهلي في اتمام التعاقد مع اللاعب اذا هذه كانت تفاصيل اعلان النادي الاهلي عن التعاقد مع اللاعب المغربية يحيى عطية الله وكنت معاكم محمد ابو ليلا مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم اشتركوا في القناة